ده جبر خواطر دي تركيبة هذا الرجل شوف كلامه مع أمنا اللي كانت قاعدة وبعدين حد من أهليتها بيقول لها خلاص قالوا سيبها براحتها خالص طيب شوف الناس وهي بتتكلم وتقوله ربنا يفتح عليك قضيت على المحسوبية في البلد ربنا يخليك احنا ما كناش نحلم من ولادنا يخش الكلية احنا ما كناش كذا إلخ 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 كلام الناس دول دول طبقة متوسطة زي حالاتي وحالاتك دول مش أغنياء البلد دول زينا موظفيين وناس طيبين وأمل حياتهم إن ولادهم يخش يطلع زابط شرطة يطلع زابط في الجيش فكلامهم هو الإنعكاس والمرأة الحقيقية لهذا الوطن لو الناس دي بتتكلم كده مع الرئيس خد هذا الانطباع واعرف الناس دي رأيها في البلد إيه رأيها في هذا الرجل إيه الناس دي بتحبه الناس دي مؤمنة بيه الناس دي مؤمنة بتجربته الناس دي وقفة في ظهره الناس دي عايزاه من يتحدثون عن إنه الطبقة المتوسطة دائما هي الكتلة الحرجة صح واللي إنت شفتوهم النهاردة مع الرئيس هم دول الكتلة الحرجة فإن كانت حرجة فهيبان وإن كانت مش بقى متقبلات بتحبه إذن وهو كزاد